أرجع لفرقنا الرياضية السلة والطيرة واليد رجال وسيدات هم دول الفرقة الجماعية والنهاردة ضفنا عليهم كرة الماء بعد إنجازها الكبيرة كرة الماء برضو من الألعاب الجماعية في النادي الأهلي بخلاف كرة القادم خلينا نتكلم عن السلة والطيرة واليد ورجال رجال وسيدات عندنا 19 بطولة حققنا السنادي 19 بطولة طيب أعرب المنافسين لنا حقق بطولة واحدة يعني على ما أتذكر هو مثلا نادي الزمالك حقق في بطولة أفريقيا للسيدات كرة طائرة نادي لتحادسكنداري كأس مصر لكرة السلة بس أنا لا أتذكر منافس سبورتينج طبعا ما خدش بطولة سبورتينج خد منه يعني في السيدات دوري المرتبط على ما أتذكر ولكن ما فيش بطولة أو ما فيش نادي خد أكتر من بطولتين لأن احنا ما بنفس نادي الأهلي مش بينافس فريق واحد في كل ألعاب نادي الأهلي هو الحالة الوحيدة في مصر اللي عنده كل فرق وبتنافس ولكن في الأندية الأخرى مع كل التقدير والاحترام طبعا بيبقى عنده لعبة اتنين بتنافس على الأكثر ما فيش أكتر من كده فالنادي الأهلي النهاردة حصلت 19 بطولة يعني ممكن سريعا نستعرضها مع حضراتكم يعني ليه بنقول كده عشان دايما نتذكر الإنجاز السنواني دايما نحتفل به ودايما احنا قرارات النادي الأهلي دايما نحط جمهور النادي الأهلي في هذه الإنجازات أول حاجة نتكلم عن الكرة الطائرة الكرة الطائرة رجال أربع بطولات دوري وكأس بطولة أفريقيا وسوبر مصر دول أربع بطولات كرة طائرة رجال هنخش على السيدات تلات بطولات نفس الرجال ولكن باستثناء بس بطولة أفريقيا نخش على كرة اليد رجال أربع بطولات أفريقيا أبطال الدوري عندك السوبر المصري عندك السوبر الأفريقي ونهاية الأسبوع اللي فات كان الدوري المصري ده رجال أربع رجال اتنين سيدات في كرة اليد سيدات دوري وكأس يبقى كده ستة ومعنا سبعة تلاتاشر كرة الطائرة يبقى كده ستة وسبعة تلاتاشر هنخش بقى على كرة السلة كرة السلة عندك السوبر المصري فاس بيه السيدات دوري وكأس هذه تلاتة وتلاتة يبقى تلاتة وتلاتاشر ستاشر سبعتاشر بطولة احنا قلنا تلاتاشر وتلاتة ستاشر حلو الكلام نخش على فريق الرجال لكرة السلة عندنا فريق دوري المرتبط عندنا السوبر المصري ولسه فيه بطولة أخيرة إن شاء الله السوبر المصري هتتلاعب بداياتها من يوم الجمعة القادمة وخلينا أولكم لي الجمعة القادمة إذن نحن النهاردة نتكلم على 19 بطولة حققتها فرق النادي طب هنضيف عليهم النهاردة بـ 30 جداد هنحط الضوء عليهم كمان الدوري والكأس في كرة الماء بعد غياب سنوات طويلة أول مرة نجمع بين الدوري والكأس الدوري والكأس في كرة الماء يبقى بنتكلم النهاردة على 21 بطولة أنا ما كلمتش عن تنس الطاولة لسه ما كلمتش عن ألعاب كتيرة جدا مسكواش ما كلمتش عن ألعاب دي أنا أتكلمت بس عن ألعاب الجماعية فقط اللي هو النادي الأهلي واللي استطاعنا يفوز بيها بالإضافة لكرة الماء احنا النهاردة بنتكلم على 21 بطولة إنجاز كبير ولبن مناسبة ده الإنجاز التاني على التوالي السنة التانية سنة الفاتية كانت نفس الكلام وتفتكروا الحلقة الأسطوريال اللي اتعاملت في وجود كابتن خادر عوضي الكابتن إسلام الشاطر طبعا في ضيافة الكابتن إسلام الشاطر وحضركم شوفتوا في الستوديو كان ما فيش مكان والله وإحنا بنروس الكوس ما كانش فيه مكان للكوس حقيقة يعني ده الموسم التاني وإن شاء الله السنة دي برضو هتشوفوا المنظر الله أكبر يعني لو فرشنا الكوس والمديليات اللي موجودة فرق النادي النهاردة هتلاقوا يعني شغل كبير طيب ده بالنسبة للفرق الجماعية وأنجزاتها طبعا عندنا بطولة واحدة فضلة بطولة واحدة فضلة ممكن نوصل للعدد 22 بطولة بكرة الماء إيه البطولة اللي فضلة وهي كرة السلة أو السوبر المصري لكرة السلة السوبر المصري كان مفهودة هتلعب يوم 6 8 10 12 14 خمس مباريات اللي هتلعب وكانوا في ملعب وتنقلوا على ملعب تاني يعني ما علينا النادي الأهلي يعني هلعب في أي ملعب المهم من الحكام أجانب أنا ألعب معك في أي حتة بس هتلي حكام أجانب تمام طيب هل يعقل أن لجنة المسابقات تحط المطشاط ومش عارف في إيه اللي في استاد القاهرة دي كانت يعني موضوع غريب جدا جدا يعني النهاردة يعني لما تم الإعلان عن مباريات 6 و 8 حضراتكم عارفين أن في مباريتين يوم 6 و 8 في استاد القاهرة في نفس المكان اللي هتلاقي فيه السوبر وهما تصفيات منتخب مصر الكبير تصفيات أو الجولة التانية للتصفيات في كأس العالم منتخب مصر هيبقى في الاستاد هيبقى فيه بتاع 60-70 ألف متفرج موجودين يعني اكتشفنا فجأة أن 6 و 8 جن المناسبين وجن الاتحاد راح مغير المطشاط خلاها 7 و 9 دي موضوع يعني موضوع يعني يعني أنا رأيي أنا مفهول يازم حصل فيه حساب كبير للي اختار المواعد دي طب ازاي يعني النهار ده انت بتختار ملعب بتبقى دارس ده يعني ده حتى احنا يعني كفريق عمل البرنامج كنا بنتكلم أول ما تحط المعاد وتغير المكان قلني أنا رأيي ده فيه مطشاط منتخب مصر الموضوع ده فات على الاتحاد ولجنة المسابقات اللي هي فين مكانها جوه استاد القاهرة يعني بالمناسبة اتحاد السلة ولجنة المسابقات مقرها ولجنة الحكام مقرها فين في مبنى الاتحادات جوه استاد القاهرة وانا باكني اليوم كل الاحترام والمجلس ما عندناش اي مشكلة مجلس دارة الاتحاد ولكن ازاي يا جماعة فالنهار ده انت غروح تمغير المطش ومغير اليوم يعني ازاي نحط مطشاط وانا مش عارف معادها فطبعا هو ده السبب اللي حصل نقل المبريات ان هم حطوا ستة وتمانية وكان انت على مجمع الدكتور حسن مصطفى ما كانش فيه مشكلة انت بتلعب بعيد في ستة اكتوبة لما تنقلت وبقت في استاد القاهرة قالك ستة وتمانية برضو واعلنوا كده قالك اه افتقارنا معلش ده مطشاطك منتخب مصر في نفس المعاد طب نخليها سبعة وتسعة حاجة يعني صراحة صعبة جدا